فكر مثلا أول ما جينا من 4 سنة تقريبا كده بدنا نفكر أقول يعني طب إحنا بعد ما ننهي القاضية في 2021 ونفكر في الجمهورية الجديدة الدولة الجديدة هل الدولة الجديدة تسمع أن يكون في حاجة اسمها تطوير عشوائيات وعشوائيات ولا الجمهورية جيدة بقى لها سقف طموح غير محدود سقف طموح غير محدود ده هل هي تقبل وجود العشوائيات اللي هي سقف محدود بالعشوائيات فقط ولا لا فبدأنا نعمل اتفاقية مع اليون هابتات وجبنا استشاريين بدأوا يشرحوا العمران والمجتمع والبيئة في مصر عملنا مخرجات المخرجات دي مشاكل كبيرة عايزة تحل دي دراسة شاملة على الجمهورية شاملة على كل العمران خدنا بني سويف وضمياط كشريحتين ندرس عليهم وبعد كده هنعملوا على كل الجمهورية فطلعنا بأن فيه مناطق منضمنها العشوائيات اللي احنا شغلنا عليها أصلا ومناطق براون فيلز ما ينفعش مصنع في جوه مطقة سكنية ما ينفعش أراضي فضية تبقى مقلب قمامة ما ينفعش الحاجات ازاي نحقق منها أعمال واستثمار ونعمل منها عمران جديد لكل الفئات بقى هنا ازاي وفيه مناطق مداد عمراني جديدة بعدما تحاول عشوائيات كان مداد عمراني عشوائي لأ نعمله مخطط ومنظم ازاي فيه حاجة زي مثلا تخطيط اللي زكرتها اللي هي العشوائيات الغير مخططة ازاي نحلها بحلول من داخل هذه اه او ممكن حد بيتابعنا دلوقتي يقول طب الحل ممكن يكون شكله ازاي الحل من قلبي مشكلة الحل جوه المشكلة نفسها الارض الفضية والمصنع الحاجات دي بيتنقل لمكان تاني ونحول هنا لمكان عمراني او سكني او خدمي وبداعنا نشعلها كده احنا لما دلوقتي حدك قلت ان احنا تطوير عاصم حافظات مدرق سيمنين من جوه دي الحلول احنا بنعملش هنا الاسكان بس لي العشوائيات دلوقتي للمتوسط فوق متوسط واستثماري كل انواع اللي عمران بنعمله بيجي لي فلوس مني هنا عشان نصرف على هنا بدأنا نعمل الشغل بدأنا اسم الصندوق نفسه وكلمة التنمية الحضرية تختلف كتير عن التطوير التطوير بيكمع تطوير شئ نفسه ويزاي طور هو نفسه لكن التنمية هاي ازاي استغلال موارد الموجودة للتنمية والتطوير يعني هيكون هناك تطوير ذاتي مستمر طول الوقت مستمر طول الوقت وبيجيب عائد نصرف بيه على كل المهام بتاعتنا فبدأنا نشتغل على هذا الموضوع وبدأنا نطلع بمخرجات المخرجات دي بدأت نشتغل على تطوير عاصمة حضرة 50.350 مليار جنيه القاهرة تاريخية القاهرة تاريخية اللي سنين عمالة من ساعة ما تبانت أيام الفاطميين وبدأت توصل لمرحلة معينة وبدأت في الهبوط والنزول بعد العصور العثمانية والمماليك ويا 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 كده بدأت تنزل على طول وبدأت طبعا الصورة لما قامت وبدأ غياب الأمن بدأ يحصل يعني اختراق وإهانة للعمران التاريخي في قاهرة تاريخية إزاي احنا بدأنا نرجع فيها ودأنا نشتغل الحمد لله فيها ونقدر نعمل خمس مناطق ديوقتي كمرحلة أولى وده هندخل على كل قاهرة تاريخية نرجعها لأصلها بتاع زمان إزاي نعمل منطقة تنمية سياحية جذب سياحي ونقدر ننميها كلها ونبقى ليها كيان إداري بيدرها لوحدها كده بس ده عايز وعي مجتمعي بتقالي الوعي المجتمعي لأن المواطن هو شريك أساسي في كل هذا الكلام إحنا نعملوه بس قبل الوعي المجتمعي لازم في مهام استراتيجيات سياسات إدارة تشرف على هذا الموضوع وتتابعه المتابعة الجيدة لأي شيء هي أهم حاجة أنت ممكن تبني مكانكو زي ما حصل في الزلزال والإيواء والحاجات دي اتبنى والحمد لله كويس جدا حالته إيه دي الوقت ضاع بقى حاجة ضاعة عشان ما كانش فيه أب لي ما كانش فيه إدارة بتديره أو تتشرف عليه لكن لازم الشيء اللي يتعمل لازم كل مشروع ومشروعاتنا يبقى ليها إدارة ولازم ليها شركات سيانة شركات أمن كل الحاجات دي لازم ولجان تمر على حاجات دي لازم المتابعة والإدارة الجيدة يبقى مهمة جدا جدا في أي مشروع طب هنا الدعم المالي أو النقدي إزاي بيتم توفيره يعني العشوائيات مثلا كنا بنلاقي شركاء زي مثلا صندوق تحيا مصر وعدد من الجهات الأخرى دلوقتي مين ممكن يكون داعم لنا هو الأساس في العشوائيات على فكرة ميزانية عامة للدولة مش للتبرعات خالص ده إحنا يعني ما يسأل لحدك حاجة إحنا قضية بتاعت تطوير يعني الموزنة مخصص منها جزء ده آه طبعا الدولة ده يعني قضية التطوير الغير آمن على مستوى الدولة تكلفة الفاتورة بتاعتها 40 مليار جنيه 40 مليار جنيه دي يعني من الدولة مزاعمة الدولة وهيئة المكتوعة المرانية ما برضو هي الدولة آه طبعا إحنا جلنا من تحيا مصر في تطوير العشوائيات مليار جنيه في الأسمرات الأسمرات من تكلفة 3.16 مليار جنيه يعني جلنا من تحيا مصر في مشروع أهلين واحد واثنين من التبرعات والبنوك الاتنين دول في حدود مليار ونص عندنا في بشار الخير واحد واثنين اثنين مليار سبعمية وخمسين دي بتبرعات دول الأرقام اللي دخلت كتبرعات أو مساهمة الناس معانا لكن بقيت الـ 40 مليار الدولة اللي أيمى بيهم والقضية كلها جاية كلها الدولة اللي هتقوم بيها الدولة مش مستنية بجد يعني هنا يعني دعم قيادة السياسية لقضية العشوائيات دعم غير مسبوق ولن يحدث بعد ذلك لذلك هنقولنا لما غيرنا نغارس للسندوق لازم نستغل دعم القيادة السياسية في الفترة دي ونجاحات السندوق عشان نطور من نفسنا بأسمال التنمية الحضرية فطورنا من نفسنا استغلالنا للدعم ده واستغلالنا للنجاحات السندوق في نفس الوقت ودعم دولة رئيس الوزراء في الملف غير عادي يعني